اهلا وسهلا فيكم اعزائنا متابعين في قناتكم منيجر تيبس ويلا نبدأ اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية اعزائنا متابعين في قناتكم منيجر تيبس ان شاء الله اليوم في حلقتنا هذه هنستكمل الباب الرابع اللي هو التأهيل والتدريب واليوم هنتكلم عن عقد التأهيل والتدريب ونتكلم عن بنوده وشروطه باذن الله فخلونا نبدأ فيها بشكل سريع عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل المادة الـ 45 عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزن بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص لاعداده في مهنة معينة هذا تعريف عقد التأهيل والتدريب نيهي بعد كده للمادة 46 يجب ان يكون عقد التأهيل او التدريب مكتوبا وان يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها ومدة التدريب ومراحله المتتابعة ومقدار المكافأة التي تعطى المتدرب في كل مرحلة على ان يكون تحديدها بحال من الاحوال على اساس القطعة او الانتاج طيب طبعا في المادة 46 وضحت بنود او شروط عقد التأهيل اللي هي اول واحد يجب ان يتم تحديد نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها هذا رقم واحد رقم اثنين مدة التدريب ومراحل التدريب رقم ثلاثة مقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة لو كان التدريب عدة مراحل ففي كل مرحلة كم مقدار المكافأة التي سوف تعطى للمتدرب بس بشرط ان المكافأة هذه ما يتم تحديدها بأي حال من الاحوال على اساس القطعة او الانتاج ولكن هي مكافأة تعطى لان الشخص قاعد يتدرب وليس على انه قاعد ينتج او قاعد يشتغل او يؤدي عمل ما ولكن هو فقط جالس يتدرب نيجي بعد كذا للمادة 47 للوزير ان يلزم المنشآت التي يحددها بقرار منه لقبول عدد او نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وفق الشروط والاوضاع والمدد ومكافأات المتدربين التي يحددها اتفاق يُعقد بين الوزارة وادارة المنشآة المانية يعني في اتفاق يتم بين المنشآة التي ستستقبل المتدربين وبين الوزارة وعلى اساسها يتم تحديد الشروط والاوضاع والمدد والمكافأات بعد كذا نيجي للمادة 48 طبعا المادة 48 تنقسم الى بندين البند الاول لصاحب العمل ان ينهي عقد التأهيل او التدريب اذا ثبت له عدم قابلية او قدرة المتدرب او الخاضع للتأهيل على اكمال برامج التدريب او التأهيل بصورة مفيدة وللمتدرب او الخاضع للتأهيل يعني كمان المتدرب او وليه او وصيه مثل هذا الحق يعني برضو يقدر في اي وقت يتمنع عن التدريب ويتوقف عنه وعلى الطرف الذي يرغب في انهاء العقد ابلاغ الطرف الاخر بذلك قبل اسبوع على الاقل من تاريخ التوقف عن التدريب او التأهيل يعني قبل ما انك تتوقف عن التدريب او التأهيل وتبغى تنهي عقدك مع المنشأة لازم تبلغهم قبل الموعد ان انت تتوقف فيه باسبوع على الاقل البند الثاني لصاحب العمل بعد اكمال مدة التدريب او التأهيل ان يلزم المتدرب او الخاضع للتأهيل بان يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب او التأهيل فان رفض او انتنع المتدرب او الخاضع للتأهيل عن العمل لمدة مماثلة او بعضها وجب عليه ان يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب او التأهيل التي تحملها صاحب العمل او بنسبة المدة المتبقية منها يعني قد تشترط المنشأة اللي قامت على التدريب بأن يعمل المتدربين لديها بعد انتهاء مدة التدريب مدة مماثلة يعني لو كان التدريب 3 شهور 6 شهور سنة 7 شهور 8 شهور أين تكون المدة فهي بتشترط أن المتدرب بعد ما ينهي فترة التدريب أنه يعمل لديها بنفس المدة تمام؟ في حال امتنع المتدرب عن العمل لهذه المدة المماثلة وجب على المتدرب أن يقوم بدافع كاليف التدريب التي أنفقتها المنشأة عليه أو المدة المتبقية في حال والله أنه هو مثلا مدة تدريب سنة فهو اشتغل عند المنشأة هذه 6 شهور فباقي 6 شهور فهيدفع لهم 6 شهور المتبقية نأتي بعد كذا للمدة 49 وهي المدة الأخيرة في الفصل الثاني تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية والحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية وقواعد السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وشروطها وما يقرره لزير يعني في عقد التدريب تسري أحكام نظام مكتب العمل الخاصة به الإجازات السنوية طبعا حنأخذ في الأيام اللي جاية طبعا حنضطرق الإجازات السنوية ومددها وشروطها والعطلات الرسمية والحد الأقصى لساعات العمل وهي المعروفة الثمانية ساعات وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية وهي مثلا يوم واحد في الأسبوع وهي يوم الجمعة أو مثلا الجمعة والسبت أي أن يكون سواء كانت يومين في الأسبوع أو يوم فلازم أن هي على الأقل بتكون يوم في الأسبوع اللي هو يوم الجمعة وقواعد السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وشروطها وإذا كان فيه شيء آخر يقرره الوزير اللي هو وزير العمل وبكذا عزائي المتابعين نكون انتهينا من الفصل الثاني اللي هو عقود التأهيل والتدريب لغير العاملين لدى صاحب العمل إذا عجبتكم الحلقة يدعمونا بلايك ولا تنسوا الاشتراك في القناة وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه في التعليقات تحت ونجاوبكم بأسرع وقت إن شاء الله والسلام عليكم